أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة كان فيه مؤتمر خاص برعاية النادي الأهلي ويمكننا الرعي الخامس مع النادي الأهلي في الأربع سنوات القادمة النهاردة عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن حفل توقيع رعاية جديدة مع إحدى الشركات اللي بالتأكيد مستمرة مع النادي الأهلي في الفترات السابقة عشر سنوات شركة تاشيل اللي بالتأكيد مستمرة في شراقة مع النادي الأهلي بتجدد هذه الشراقة ومستمرة مع الاهلي خلال الأربع سنوات المقبلة مقبلة. الحفل بالتأكيد حضر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وشهد بعض الفقرات والحديث عن الاستراتيجية اللي هيعقدها الأهلي خلال الفترة اللي جاية. وأهمية عقد الرعاية اللي بيتم مع الشرقاء الرئاسيين مع النادي الأهلي. والنهاردة أضمكم طبعا على شاشة الكابتن محمود الخطيب بيشارك في توقيع حفل عقد الرعاية. وهذا الحفل هو العقد الرعاية الخامس مع الشركات الحريصة على الاستمرار مع النادي الأهلي والعمل مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. طيب كابتن محمود الخطيب النهاردة كان ليه كلمة مهمة جدا. اتكلم فيها في تفاصيل كثيرة. وراح اتكلم في نقاط مهمة جدا. وكمان كانت لي رسالة لجمهور النادي الأهلي بخصوص المرحلة المقبلة وليه مجلس الإدارة بيشتغل في الفترة الحالية على تطوير البنية التحتية. سيانة الفروع والمقرات. والعمل على تطوير قطاع الكورة ورعاية اكتر من تسعتاشر لعبة رياضية عشان تقدر تشتغل في كل ده لازم تشتغل على فكرة التسويق والعلامة التجارية وزيادة المداخل المالية في ظل المراحل الصعبة اللي بتمر بيها القرى في العالم. وفي مصر تحديدا وفي القرى الافريقية.